مصر وإصابة عشرة الإرهابيين الخوثيين في اليوم الثامن من المعارك في مأرب والميليشيا تقصف حيا زكنيا بمدينة الخديدة الخارجية تقول أن الميليشيا الحوثية تنفذ أجندة إيران وتقوض السلام بهجومها على مأرب والحديدة ليس إصلاح التعز يقول أن الانقلاب الخوثي امتداد لثورة مضادة تحاول إعادة الإمامة الكهنوتية ومصيرها السقوط أهلا بكم إلى نشرة التاسعة التي يقدمها لكم هشام الزياد وامر والسوادي أهلا بكم والبداية من مأرب حيث تتواصل المعارك العنيفة في عدد من جبهة محافظة مأرب لليوم الثامن على التوالي فيما يواصل الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة تقدمه الميداني في الجبهة الغربية من المحافظة وشرت المصادر إلى شدات المعارك في الجبهة الغربية لمأرب ومنها جبهة صرواح التي دفع الجيش الوطني إليها تعزيزات كبيرة لصدعية محاولات اختراق وأكدت المصادر أن المواجهة أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحة في صفوف الميليشيا الحوثية الإرهابية وتدمير عربات وآليات قتالية تابعة لها بما أسقطت قوات الجيش طائرة مسيرة تابعة للميليشيا الحوثية في الجبهة ذاتها هذا وأحصت مصادر عسكرية اليمن شباب مقتلى نحو ثمانين من ميليشيا الحوثيين الإرهابية وأسر أربعة وخمسين في معارك اندلعت بجبهة مراد والمشجع بمأرب وجبهة بني ضبيان بصنعه وأفادت المصادر أن أكثر من عشرين عنصرا حوثيا وقعوا في الأسر في جبهة سرواح خلال صد الجيش الوطني هجمات على مواقعه في الجبهة وقال مصدر عسكري اليمن شباب أن الجيش مسنودا بالمقاومة الشعبية تعامل خلال الساعات الماضية مع مجامعة حوثية حاولت شنأ جمات على مواقع عسكرية في جبهة سرواح مضيفا أن قوات الجيش أوقعت غالبية العناصر المهاجمة بين قتيل وجريح وأسير فيما لهذا من تبقى منهم بالفرار وفي جبهة جنوب مأرب تمكنت قوات الجيش والمقاومة من صد هجمات هي الأعنف شنتها الميليشيا الحوثية الإرهابية على جبهة نجد المجمعة بمديرات جبل مراد وقالت مصادر ميدانية اليمن شباب إن جبهة نجد المجمعة في جبل مراد شهدت مواجهات هي الأعنف فيما أسفرت عن عشرات القتلى في صفوف الميليشيا بينهم القيادي الحوثي أبو حسن الريامي كما صد الجيش هجوما آخر للميليشيا في قطاع أبلح تزامنا مع أسقاط طائرة درون حوثية مفخخة على وقع غارات التحالف والسبسال رجال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية أفشلت مأرب أعنف هجمات منظمة شنتها ميليشيا الحوثيين الإرهابية من أربعة محاور على امتداد جبهات المحافظة وألحقت بالعناصر المهاجمة هزا إماموذيلا تقدم يحققه الجيش الوطني في جبهات مأرب ويصد هجوم ميليشيا الحوثي الذي شنته على امتداد جبهة مأرب والجوف مع استمرار الميليشيا في قصف الأحياء السكنية مصادر متطابقة من محافظة مأرب قالت إن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تمكن من صد هجمات الحوثي في مختلف جبهة مأرب وحولا دفاعاتهما إلى تقدمات جديدة في بعض المناطق وأحققوا تقدما في أربعة محاور رئيسية غرب المحافظة من بينها جبهة صرواح المهمة هجوم حوثي متجدد بجهزية عالية وبخطط عسكرية وعمليات نوعية ألحقت هزائم مذلة بالحوثيين وكبدتهم هزائم وخسائر كبيرة كما نجحت في كتر الهجوم الشامل عبر محاور المخدرة وصرواح وجبهة الكسارة منيت فيها ميليشيا الحوثي بخسائر فادحة في الأرواح والعتاد طيران التحالف استهدف تعزيزات كانت في طريقها إلى الميليشيا في ذات الجبهة وأسفرت الغارات عن تدميرها ومصرع جميع من كانوا على متنها مصادر عسكرية أحصت مقتل أكثر من ستين حوثيا وجرح آخرين في جبهة الكسارة غرب مأرب بينهم قيادات كبيرة في الميليشيا منهم المدعو أبو صلاح الحمزي وقيادي ميداني بارز يدعى النهمية الأميرة الشريف وزارة الخارجية طالبت الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤوليتهما تجاه التصعيد الحوثي الأخير على مدينة مأرب المدينة التي تأوي ملايين النازحين بحسب بيان عن الوزارة الوزارة قالت أن هذه الاعتداءات المتكررة للميليشيا الحوثية تأتي ضمن انتهاكاتها المستمرة لوقف إطلاق النار في الحديدة بحسب السكهولم وسعيا منها للتصعيد الشامل في مختلف مناطق المواجهات وإعاقة الجهود الدولية لوقف إطلاق النار وإحلال السلام في اليمن وجددت وزارة الخارجية دعوتها للأمم المتحدة لإعادة النظر في وضع بعتتها في الحديدة التي أصبحت بحكم رهينة لدى الميليشيا الحوثية التي عطلت تنفيذ القرار 2452 داعية المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته بتنفيذ قراراته ومعاقبة الميليشيا الحوثية دعا قائد محوى الربيحان قائد اللواء 26 اللواء مفرح بحيبه دعا الشعب اليمنية في شماله وجنوبه إلى توحيد الصف في قتال الميليشيا الحوثية الإرهابية وشدد اللواء مفرح بحيبه في تصريحا ليمن شباب على ضرورة تكاتف الجهود والوقوف صفا واحدا للدودع المأرب التي يمثل سهدافها سدافا لليمني واليمنيين كافة أحصت منظمة سام للحقوق والحريات إطلاق الميليشيا الحوثية الإرهابية أكثر من مائة وخمسة عشر صاروخا باليستية ومائة واربعين صاروخا كاتيوشي على مأرب للاست سنوات من الحرب ذكرت المنظمة في تقرير أن هذا العدد من الهجمات الصاروخية تسببت في استشهاد نحو ثلاثمائة من المدنيين بينهم خمسة وعشرون طفلا واثنة عشر امرأة وإصابته أكثر من أربعمائة وخمسة واربعين آخرين بينهم سبعة واربعون طفلا وعشر نساء وقالت المنظمة أن استمرار استهداف الحوثيين للسكان المدنيين في مدينة مأرب بالصواريخ الباليستية وصواريخ الكاتيوشا إضافة إلى قصف المنشآت المدنية والأماكن الحيوية ومنها مطار أبهى في السعودية جريمة حرب مكتملة الأركان إضافة لاعتبارها مخالفة صارخة لاتفاقية جينيف كما حذرت المنظمة من أن عمليات القصف والتهديد لمدينة مأرب تضع ملايين المدنيين في مواجهة كارثة حقيقية ومجاعة محققة في ظل سمرار تدهل الأوضاع الإنسانية وضعف أداء البرامج الأممية بسبب قلة التمويل وتراجع الدول المنحة عن الالتزام بتعهداتها وفي صعد أعلن الجيش الوطني عن إسقاط طائرة درون مفخخة أطلقت الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه مواقعه شمال المحافظة وقال المتحدث الإعلامي لمحور أزال المقدم مازن الشوكي إن الدفاعات الجوية للجيش في محور أزال بمديرية باقم شمال صعدة أسقط طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثيين نحو مواقع تتمركز فيها قوات الجيش في المديرية مؤكدا جاهزية قوات الجيش بالمحور وقدرتها على التصدي لأي محاولات إرهابية تقوم بها الميليشيا الحوثية أكد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح تحقيق الجيش الوطني انتصارات في القتال الذي يخوضه ضد ميليشيا الحوثيين الإرهابية في عدد من جبهات القتال وخاصة في محافظتي مأرب والجوف وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي للفريق محسن مع محافظة الجوف أشاد فيه بالدعم الصادق الذي يقدمه التحالف العربي فيما أكد المحافظة العكيمي أن الميليشيا الحوثية تلقت هزائم في المواجهات الدائرة في جبهات محافظتي مأرب والجوف كشف وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي عن سلسلة لقاءة ناجحة أجراها مع القيادة العليا واجتماعات تشاورية مع مسؤولين سعوديين وقيادة التحالف العربي جاء هذا في تدوينة الله على تويتر عقب وصوله إلى مأرب قادمة من السعودية تزامنا مع اشتداد المعارك العسكرية فيها منذ أسبوع وقال المقدشي في تقريدة على حسابه بتويتر إنه أجرى زيارة عمل واجرى سلسلة لقاءة مع القيادة العليا واجتماعات تشاورية مع مسؤولين سعوديين وقيادة التحالف تكللت جميعها بالنجاح وتأتي عودة المقدشي إلى مأرب حيث مقر وزارة الدفاع مع اشتداد المعارك العسكرية فيها بين قوات الجيش الوطني والميليشيا الحوثية التي وصلت إلى يومها الثامن رغم الدعوات الأممية والدولية لوقف التصعيد قتل صياد بانفجار زورق حوثي مفخخ ومسير عن بعد أثناء ارتطامه بقارب صيد في شواطئ جزيرة السانة الواقعة شمال غرب البحر الأحمر وقال مصدر محلي إن صياد يدعى محسن الجماعي وهو من أهالي مديرية بيت الفقه بمحافظة الحديدة قتل بانفجار زورق حوثي مفخخ ومسير عن بعد أثناء ارتطامه بقاربه وهو يمارس الصيد في شواطئ جزيرة السانة يذكر أن جزيرة السانة تبعد عن شواطئ ميدي ما يقارب أربعين ميلا بحريا ويتخذها صيادون محطة تجمعا لهم شمال غرب البحر الأحمر جددت الميليشيا الحوثية الإرهابية الأحدى قصفها للمدنيين في حي سكني جنوب مدينة الحديدة ما أسفر عن تدمير عدد من المنازل وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة إن ميليشيا الحوثيين شنت لليوم الثاني قصفا صاروخيا على حي منظر الشعبي بمديرية الحاوك جنوب مدينة الحديدة وأدى القصف الحوثي إلى تدمير أربعة منازل في الحي السكني تدميرا كلية وجاء هذا القصف بعد يوم واحد من تدمير مسجد في حي منظر بقصف حوثي بصواريخ الكاتيوشا دعت الخارجية اليمنية الأمم المتحدة إلى إعادة النظر في وضع بعثتها في الحديدة نظرا لوقوعها رهينة لدى ميليشيا الحوثيين الإنقلابية المدعومة من إيران وقالت الخارجية في بيان إن البعثة الأممية المكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار وتنسيق إعادة الانتشار في الحديدة أصبحت بحكم رهينة لدى الميليشيا الحوثية التي عطلت تنفيذ القرار الدولي 2452 ودع البيان مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته بتنفيذ قراراته ومعاقبة الميليشيا الحوثية هذا وأكدت الخارجية أن الميليشيا الحوثية تنفذ أجندة إيرانية في اليمن والمنطقة وتقوض جهود السلام وقال بيان الوزارة أن الممارسات اليومية لميليشيا الحوثيين وتصايدها الشامل يقوض جهود السلام ويخدم أجندة إيران تدميرية في المنطقة وأكد بيان الخارجية أن تزامن المحاولات الحوثية للهجوم على مدينة مأرب التي تأوي ملايين النازحين الفارين من بطشها والسمرار مع استهداف أراضي المملكة العربية السعودية ومواصلة الخروقات في الحديدة يؤكد أن هذه الميليشيا لا تأبه بالاتفاقيات ولا تؤمن بالسلام ودعت الخارجية المجتمع الدولية إلى تحمل مسؤولياته في مواجهة التهديدات الإيرانية المتصاعدة للأمن والسلم في المنطقة والعالم قال رئيس فراعي التجمع اليمني للإصلاح في محافظة تعز عبد الحافظة الفقيه أن ثورة الحادي عشر من فبراير السلمية عبرت عن معاناة الشعبي في مواجهة الطغيان والفساد مضيفا أن الثورة المضادة هي التي أوصلت اليمن إلى ما وصلت إليه من حرب واقتتال مضيفا في تصريحا لقناة يمن شباب أن الشعب اليمنية هبا للدفاع عن ثورة الحادي عشر من فبراير المجيدة التي أسقطت النظام الفاسد مشيرا إلى أن الانقلاب الخطي هو امتداد لثورة المضادة التي شنت حربا على الشعب اليمنية الحادي عشر من فبراير انطلاق الثورة الشبابية الشعبية السلمية هذا اليوم نقول فيه كما قال الزبير يوم من الدهر لم تصنع شععته شمس الطحاء بل صنعناه بأيدينا هذه الثورة التي جاءت نتيقة لمعاناة الشعب من الفساد والظلم والطغيان الذي كان موجود ولقد عبر الشباب والشعب اليمني بطريقة سلمية رائعة هذه الطريقة التي أجبرت النظام على الرحيل هذه الطريقة التي عبرت عن معاناة الشعب هذا الشعب اليمني يقف هذا الموقف بهذه الثورة السلمية حتى يسقط النظام ولكن أعداء الثورة الثورة المضادة هي التي أوصلت الشعب اليمني إلى ما وصلت إليه ولكن الشعب اليمني الذي خرق سلميا كذلك دافع عن ثورته وعن جمهوريته بالمقاومة وبالوقوف ضد الانقلاب الحوثي هذا وأكد رئيس إصلاحي تعز أن الشعب اليمني العظيم الذي أسقط في الماضي لإمامة الكهنوتية وطغيان بيت حميد الدين سيسقط الانقلاب الحوثية العنصرية لأذناب الفرسي وإيران حسب قوله وقال أن الانقلاب الحوثية حاول إعادة الشعب إلى عهد الإمامة الغاشمة إلى ما قبل ثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة مشيرا أن ثورة الحد عشر من فبراير المجيدة هي امتداد لثورة الآباء والأجداد ضد الإمامة الغاشمة هذه الثورة الشعبية السلمية الشبابية المباركة هي امتداد لثورات اليمن والشعب اليمني الذي أزاح بيت حميد الدين الشعب اليمني الذي ثار في 62 والذي ثار في 14 اكتوبر 63 وطرد الاستعمار البريطاني هو اليوم يثور كذلك ضد التوريث ويثور ضد الفساد وهو اليوم ضد الانقلاب الحوثي السلالي العنصري الفارسي اليوم الشعب اليمني كله في المقاومة الشعب اليمني كله ضد من يريد أن يعيده إلى ما قبل 62 فالشعب اليمني قد ثار وقد وقف ضد الاستبداد وسيقف ضد الانقلاب العنصري الحوثي اليوم أكثر من 40 حملة عسكرية رصدها تقرير دولي في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية الإرهابية خلال العام الماضي فقط بسبب صراعات بين قادة الميليشيا على النفوذ إضافة إلى انتفاضات للقبائل والمواطنين الرافضين لانتهاكات الميليشيا وممارساتها ما يعزز من تآكل الميليشيا الإرهابية من الداخل مرة بعد أخرى تتضح ملامح الصراع القوي داخل نطاق حكم ميليشيا الحوثي وتتوسع حدته وتزداد أقطابه وأدواته خريطة تلك الصراعات رصدها تقرير حديث صدر الأسبوع الماضي للمعهد الأمريكي أكليد والمتخصص في جمع بيانات النزاعات المسلحة تلك الصراعات تحولت إلى أكثر من 40 حملة عسكرية في العام المنصر كما أفاد التقرير منها تصفية حسابات دارت بين أجنحة ومراكز قوى لميليشيا الحوثي الإرهابية ومنها حملات على مناطق وقبائل يتنافس عليها المتصارعون من قادة الميليشيا وقتل فيها عشرات الحوثيين والمدنيين للصراع في هذه الجماعة إرثا تاريخيا بين جناح الأسر الهاشمية الإمامية التي تعاني من اغتيالات لرموزها وتهميشها وتجريدها من مصالحها ومناصبها بقوة السلاح وبين جناح الأسر السلالية التي تتبنى الخطاب الثوري الإقصائي والقادمة من صعدة وتمتلك القوة بعلاقتها المباشرة مع زعيم الحركة الجناح الحوثي السلالي الصاعد من جبال صعدة هو المتربع على رأس هرم السلطة تصادمت مصالح قيادته وتصاعدت منه أقوى النزاعات كونه الفصيل المستحوذ على السلطة والثروة فقد وثق تقرير الخبراء الدوليين عن وجود صراع نفوذ وتصفيات بين القيادي أحمد حامد والذي تربطه علاقة قوية مع زعيم الحركة وبين محمد علي الحوثي حيث وصل الصراع إلى تجريد المحاكم من صلاحياتها وحرب أخرى للسيطرة على المؤسسات الإيرادية ميليشيا الحوثي ستار وحدتها رقيق وتتآكل من الداخل بصراع تكتلات ونفوذ تستخدم فيه كل وسائل القوة والأدوات التجسسية والاستخباراتية كما يقول تقرير فريق الخبراء لتكشف عن نهاية شبيهة بنهاية حكم الآئمة السابقين وإن غدا لناظره قريب في شان آخر قالت قيادة الهيئة العليا للعسكريين الجنوبين إنها خرجت باتفاق مع رئيس الوزراء معين عبد الملك على صرف رواتب العسكريين الجنوبين بانتظام خلال العام 2021 مع إضافة راتب من رواتب الثلاثة الأشهر الأخيرة من العام 2020 في كل عملية الصرف وإضافت قيادة الهيئة في بلاغ صحفي نشر على منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي أنها طالبت رئيس الوزراء بحل مشكلة رواتب الثمانية الأشهر المتأخرة التي لم تصرف في مواعدها خلال العامين 2016 و2017 وتسوية أوضاع المتقاعدين العسكريين وفق القرارات الرئاسية أشارت إلى أن رئيس الحكومة وعد بجدولة صرف رواتب المتأخرة من عامي 2016 و2017 خلال الأشهر القادمة وكذا حل مشاكل المتقاعدين العسكريين حينما يصل الدعم المالي الموعود من قيادة التحالف للبنك المركزي دعت الحكومة اليمنية والمنظمات الدولية وفي مقدمتها اليونسكو إلى التحرك العاجل والجاد لحماية المعالم الأثرية خصوصا الواقعة في صنعاء القديمة والمدرجة ضمن قائمة التراث العالمي وكفي يد العبث الحوثي الإجرامي عنها جاهد في بيان لوزارة الأوقاف دانت فيه هدم مسجد النهرين التاريخي بمدينة صنعاء القديمة من قبل ميليشي الحوثيين الإرهابية واعتبرت الهدمة ومحاولة الاسلاء على أرضيته عملا إجراميا استفزازيا لمشاعر اليمنيين وهو ما يدل على مدى الحقد والكرهية التي تتشبع بها هذه الميليشيا ضد اليمنيين واليمن هوية وحضارة وقال البيان إن هذا تصرف غير شرعي من سلطة غير شرعية وهو جريمة في سجل جرائمها تستهدف الهوية اليمنية الإسلامية وتراثها الأصيل من خلال تدمير التراث أو تغيير معالمه وأكدت الوزارة أن مسجد نهرين التاريخي مكسب تاريخي وطني إذ تم بنائه في القرن الأول الهجري وتم توسعته في القرنين الحادي عشر والثالث عشر هجري وهو من المعالم الأثرية التي تستوجب الحفاظ عليه وحمايته كشف رئيس الهيئة العامة للكتاب بمحافظة مأرب ناصر الشريف عن استقبال معرض الكتاب 150 ألف زار منذ افتتاحه في العاشر من أكتوبر الجاري وقال الشريف إن برنامج المعرض مستمر مع الفعاليات الفنية والثقافية المصاحبة التي جعلت من المعرض تظاهرة ثقافية شهيدة مأرب لأول مرة في تاريخها كما تراحضون الإقبال كثيف على معرض مأرب الأول الكتاب التقديرات لدينا تشير إلى أن هناك ما يقارب 150 ألف زائر للمعرض خلال الأربع الأيام الأولى إلى هذه اللحظة هذا مؤشر كبير على نجاح للمعرض المعرض كما تشاهدون هناك فعالية مختلفة فعالية مصاحبة هناك توقيع كتب هناك أجنح المؤلفين المعرض تظاهرة ثقافية بكل ما تعنيه الكلمة أشهد ناشطون وزوار لمعرض الكتاب الأول في مأرب بحجم التنظيم في أروقة المعرض الذي يجري تنظيمه في وقت يخوض فيه الجيش ورجال القبائل معركة الكرامة ضد الميليشيا الحوثية الإرهابية على أطراف المحافظة مشيرين إلى أن مأرب تحمل على اعتقها مشروع القضاء على الميليشيا الحوثية عسكريا وفكريا حقيقة نحن سعداء جدا لناحظة رامل محافظة شبوة للمشاركة في هذا المعرض واشترا بعض الكتب التي لم نجدها في المعرض السابق كان المعرض فيه تنظيم رائع جدا تفاجئنا بحجم الإقبال الكبير لرواد القراءة ومحبي الإطلاع حقيقة مأرب اليوم تسطر أرواح أمثلة الثقافة والتاريخ والعراق مأرب تقاتل بيد الأخرى وباليد الأخرى تمسك الكتاب والعلم والقراءة هذه أبلغ رسالة ممكن أن يقدمها أبناء مأرب والساكنين فيها للميليشيات المتربصة بهذا الوطن أن هذه المحافظة عصية على كل المؤامرات التي تحاكي ضدها مأرب أبطال الجيش كما يقاتلون في الجبهات هناك من يقاتل للتعلم والقراءة وهذه أبلغ رسالة أننا سننهي مشروع الحوثي سواء عسكريا أو فكريا في غرب المكلة تابعة لمحافظة حضر موت مناطق شاسعة تحوي على مناجم الذهب والفضة لكن الجهات المختصة أوقفت العمل فيها عام 2009 رغم تعاقب شركات محلية وخارجية للعمل فيها على بعد 120 كم غرب المكلة ثمت مناجم تحوي الذهب وبالتحديد في منطقة وادي مدن النزول الميداني الذي نفذته هيئة المساحات الجيولوجية والثروات المعدنية في محافظة حضر موت كان الغرض منه دحض كل الشائعات التي انتشرت في وسائل الإعلام والمتعلقة بتهريب المعادن خارج المحافظة النزول إلى وادي مدن شمل مناجم يعتقد أن الذهب يستخرج منها لتهريبه وما أكدته نتائج النزول الميداني أن العمل متوقف منذ عام 2009 رغم تعاقب شركات محلية وخارجية للعمل في المناجم زي ما رأيتم المناجم تم فيها دراسات استكشافية ولم يتم فيها دراسات الأولين تم فيها عمل استغلال إذا فيه استغلال هناك فيه تصدير بس في المحافظة كامل لم يتم استغلال الدهب زي ما شوفتم هذه المناجم الموجودة على مستوى المحافظة على مستوى البلاد كامل يعني هذه منجم المعنى منجم كيلو وماتين متر ومنجم تمامية متر ولليوم هذا لم يستغل هذا الدهب ضمن هذه المناجم اكتشاف الذهب في حضر موت كان أواخر السبعينات وبدأ الحفر في منتصف الثمانينات ووصل عمق المنجم الرئيسي إلى ألف ومائتي متر أفقيا إضافة إلى مناجم فرعية أخرى إلا أن اتفاقية الأعمال الاستكشافية انتهت عام 2016 ذكر في التواصل الاتماعي خلال الفترة الماضية كثير من الحديث عن وجود استثمارات الدهب في حضر موت البعض يقول خمسة والبعض يقول سبع مناقة وحد يقول ثمانية ويحدده كل من جم ينتج ونحن كوزارة المالية لا توجد عنها أي معلومات بهذا الموضوع وزارة المالية عدن ولا يورد أي إيراد وحبينا أن نتكد بهذا الموضوع فقمنا بالنزول الرسمي اللي هي المصر العامة بعدن وقالوا لا يوجد عندهم مين معلومات فقط يعرفوا أنه يوجد من جميل في وادي مدن قبل الوحدة دراسات المشروع السوفيتي أوضحت أن نسبة الذهب تتراوح بين 13 إلى 15 جراما في الطن الواحد وهذا غير بقية المعادن كالفضة والنخاس المتواجدة في وادي المحمديين ومنطقة المسيني والتي من شأنها تعزيز الاقتصاد القومي في حالة تصديرها في موضوع آخر سانفة الجمعية التعاونية السكانية لأسر الشهداء والجرحى ومناضلية الثورة أعمال تسليم أراضي أسر الشهداء والجرحى المقيدين في كشوفات المرحلة الأولى بحضور رئيس الجمعة علي عبدالرب العسيري وقال رئيس الجمعية التعاونية السكانية لأسر الشهداء والجرحى ومناضلية الثورة على عبد علي عبدالرب العسيري إن استئناف المرحلة المرحلة الأولى جاء عقب توقف قصري بفعل محاولة النافذين البسط على أراضي الجمعية وتحويلها إلى أملاك خاصة بهم تحت قوة السلاح مشيرين إلى أن المستفيدين من المرحلة الأولى يبلغ عددهم نحو 14 ألف مستفيد على أن يصل عددهم نحو 21 ألف مستفيد في المرحلة الثانية عزيز المعافري فنان تشكيلي من مدينة تعز قام مؤخرا برسم الفنان أيوب طارش عبسي في لوحة تشكيلية مكونة من أكثر من 17 ألف دبوس يتمنى عزيزا يحظى الموهوبون في البلاد باهتمام ورعاية تمكنهم من إظهار مواهبهم بالشكل المطلوب الفنان التشكيلي عزيز المعافري مستوى رابع قسم الفن والجميلة يعتبر خريج حاصل على الأول في الدفعة كلية الأداب جامعة تعز حوايتي الفن التشكيلي وأعمل بالفن التشكيلي باللوحات الزيتية ومختلف الخامات ومن ضمنها لوحة أيوب طارش الذي اشتغلت بالدبابيس كانت أول تقربة يعتبر لي وأول عمل انتشر بهذه الخامة واخترت شخصية مناسبة مؤثرة على المشاهدين أيوب طارش عبسي وهو يستحق من حبي له وتقديري اخترت الخامة هذه الصعبة والنادرة استغرقت من الوقت تقريبا حدود 40 ساعة هي مرت بفترة طويلة ولكن اللي آخرنا فيها إنه عدم توفر المواد وعدم قدرتي في شراء المواد الدبابيس واللي قاعدني أتأخر كثير تقريبا أنقزت من اللوحات إلى حد الآن في قسم الفنون ما يبالغ أكثر من ثلاثين لوحة أنا يمثل الفن التشكيلي أوصلي في بو رسالة رسالة معاناة رسالة فرح رسالة بمختلف مواقفة طموحاتي أشتغلص دراستي في مقالة الفن يعني دراست الدكتورة وغيره وأتمنى أن أكون رمز يمثل اليمن بمقالي وأتمنى أن يكون عندي معرض خاص أنا أوقف رسالة لمن يهمه الأمر أو القهات الرسمية الالتفات إلى الموهوبين والاهتمام بهم والرعاية والرعاية الكاملة لهم لأنهم يمرون بمعاناة شديدة وهم بالحاجة إلى من يراعيهم بناءة نشر لكم التذكير بأبرز ما جاء فيها مصرع وإصابة عشرات الإرهابيين الحوثيين في اليوم الثامن من المعارك في مأرب والميليشيا تقصف حيا سكانيا بمدينة الحديدة الخارجية اليمنية تقول أن الميليشيا الحوثية تنفذ أجندة إيران وتقوض السلام بهجومها على مأربة والحديدة رئيس إصلاحي تعز يقول أن الانقلاب الحوثية امتداد لثورة مضادة تحاول إعادة الإمامة الكهنوتية ومصيرها السقوط نشكركم على طيب المتابعة في أمان الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة